الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرامة نسلم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي نرد فيها ضد الأكذيب والشعاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها في فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله مصال واسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول حاجة أتكلم فيها وبعد إذنك لايك عشان الفيديو ده يوصل لكل الأهلوية المحترمين عشان نستعرف كل التجاوزات والإثاءات اللي حصلت بالصوت والصورة من قبل الهلال السوداني جمهوره وإدارة نادي والجهاز الفني والإداري قبل وأثناء وبعد المباراة النادي الأهلي بشكل رسمي أن تأتي متأخرا خيره من ألا تأتي ولكن هذه المرة النادي الأهلي جمع كل الأدلة والفيديوهات اللي تدين الجانب السوداني وجانب نادي الهلال السوداني اللي كانت مباراة خارج إطار الروح الرياضية مباراة خارج إطار كرة القدم المعروفة في العالم كله النادي الأهلي تقدم اليوم صباح اليوم بشكوى رسمية للكاف بتجاوزات الهلال وجماهيره المتكررة بانتظار تطبيق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللوائح والقوانين تقدم اليوم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الإفريقي بسبب ما تعرض له فريق النادي الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تتنافى مع الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت يوم السبت الماضي في الجولة التانية من دور المجموعات في البطولة الدوري أبطال أفرخيا النادي الأهلي مقدم الشكوى بتاعته متضمنة ومرفق معها كل شيء بالصوت والصورة عشان تأكد وتدعم شكوى النادي الأهلي وبانتظار عقوبات صارمة ضد الجانب السوداني النادي الأهلي أولا أو الشكوى أو التجاوز قبل المباراة أثناء الميران الوحيد قبل مباراة النادي الأهلي في ملعب الجوهرة الذرقاء يوم الجمعة الماضي قام بعد مشجعي الهلال باقتحام الملعب يريد بس على قد اقتحام وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقرير مراقب المباراة أولا في المران الرئيسي بتاع النادي الأهلي اللي كان قبل المباراة بيوم يوم الجمعة اترامع على لعبة النادي الأهلي شماريخ اترامع على لعبة النادي الأهلي قنابل غاز على لعبة النادي الأهلي ومعرفش مع احترامي الكامل طالما في حاجة حصلت قبل المطش زي كده انت كنادي اهلي وفقت انك تلعب المباراة في الظروف دي ليه طالما ان مفيش تأمين لبعثة النادي الاهلي ده في مشاكل حصلت كتير في النادي الاهلي والناس ما تعرفش عنها حاجة النادي الاهلي سردها ودونها في الشكوى بتاعته اتنين رغم قرار كاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري نظرا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وابلاغ النادي الاهلي بذلك الا ان نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على الف متفرج من جماهيره بحضور المباراة كما انه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال امنة ولائقة لفريقنا وكذلك غرق غرفة ملابس لاعب الاهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة هو في كدا مالعون ابي دي كورا هو في كدا احنا نفضل في قلة الاهلي امتي احنا نفضل في السفالة امتي يعني انه هارضا فريق انت كاثبان كان عمل في بتوع الاه لما تيجي بعد الماتش انت كذبان وضربنا وطالع عيننا في الملعب وقلة ادب وتجرامة برا الملعب كمان تغرق قط اللبس بتاعت اللعبة بعد الماتش بمية الصرف الصحي جايبين لنا عربيات مية صرف صحي تغرقوا بيها قط اللبس يا عالم يا بس هقول ايه كل اناء ينضح بما فيه كل اناء ينضح بما فيه ثلاثة عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج احد لاعبي الهلال اثناء المباراة قام احد افراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الاهلي محمد عبد المنعم باحدى الادوات الطبية اللي هو رمى فيه في وش ازازة البنج وترتب على زالة قيام حكم المباراة باشهار البطاقة الحمراء له كان يستوجب مغادرة الملعب نهائيا الا انه اصر على البقاء على مقاعد بودلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السبب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه اثناء خروجه عقب نهاية المباراة قام احد افراد الطاقم الاداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي واخر منهم اعتدى على لاعبنا حمد فتحي في مشهد بعيد عن كل الاخلاق الرياضية والله ولا اخلاق ولا نيلا ولا اخلاق رياضية ولا غير رياضية ولا غير اي حاجة دي فرقا مفروض ما تشاركش في افريقيا تاني الاتحاد الافريقي لو الاتحاد محترم عايز يتعامل باحترام وفق اللوايح والقوانين الفرقة دي تتحرم للمشاركة في بطولات افريقيا احنا هنفضل في جو الرخص ده لحد امتى هنفضل في القزارة الرياضية دي لحد امتى هنفضل في القرف الافريقي ده لحد امتى اللي مش قادر يأمن مطش مايلعبش اللي مش قادر يحترم نفسه مايلعبش لكن شغل البلطاجة وشغل قلة الادب والتجاوزات ما عادش ينفع اربعة لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الاهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبين اثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس رئيس بعثة النادي الاهلي الوزير السابق العمر فاروق الضرب البعثة المصرية السفارة المصرية في السودان المسؤولين بتوعهم اتضربوا المسؤولين بتوعهم اتضربوا لعبة النادي الاهلي في الممر اتضربوا ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل وتعرض لعب الاهلي للخطر في مباراة سابقة اقيمت بين الفريقين في السودان يوم 1 فبراير 2020 عندما اتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة ورفض النادي الاهلي التصعيد في ذلك الوقت حرصا على العلاقات الطيبة بين الأندية والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب والله ما يستهلوا في ناس بيطمر فيها وكلامي هنا مش لشعب السودان لكن كلامي على فئة ضالة فئة قذرة مجموعة حقيرة مش نادي الهلال كله لكن المجموعة قللت الأدب اللي بتقل أدبها في كل مطش في النادي الأحلي الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود ننتظر تدخلكم العاجل وتطبيق اللوائح والقوانين حرصا على نجاح مصابقات الكاف والله أقل حاجة تتعمل مع التجاوزات والاعتداءات دي هو استبعاد هذا النادي اللي مش قد اللي احترام ما يلعبش اللي مش عارف يحترم نفسه ما يلعبش اللي مش عارف يلم جمهوره ما يلعبش ما يلعبش استبعدوهم اللي زي دول ما ينفعش يلعبوا كرة قدم دول شوفوا لهم مسابقات في البلطجة شوفوا لهم مسابقات في قلة الأدب يكسبوها لكن ما لهمش في كرة القدم أي إساءة أو تجاوز لأي مواطن مصري أنا مش هتحمل حاجة على أخويا أنا وأخويا على ابن عمي ما بالك بقى لو ابن عمي ده قليل الأدب ده ياخد بالجزم على دماغه ويتربى طالما ناقص تربية طالما ناقص تربية يتربى خيرا فعلا نادي الأهل بتقديمه شكوى مدعمة بالفيديوهات والتسجيلات وننتظر قرار الكاب بعقوبات قاسية صارمة تجاه المخطئين والمتجاوزين وأكرر في النهاية شعب السودان بعيد كل البعد عن الحماقات والإساءات والتجاوزات تجاوزات دي حصلت من مجموعة ضالة مجموعة حقيرة مش هقدر أقول إن شعب السودان كله كده لكن المجموعة الضالة دي لازم تتحاسب تتعاقد حفاظا على العلاقات ما بين البلدين عايز أقول محمود عبد المنعم كهربا أصبح لبانة في الإعلام المصري كل واحد فاضي يطلع يقولك كهربا عمل مشكلة كهربا كان صهران في ديسكو كهربا تخانق مع سيد عبد الحفيز كهربا ضرب سيد عبد الحفيز كهربا كان صهران في شقة كهربا كان بيدرب في زميله كهربا كان ريح سكران واحد من ضمن الإعلامين الأفاقين والله أفاق والله كذاب أشر يختلق القصص والروايات تحت شعار أصلا أنا كلمت فلان وفلان وفلان وقال لي وقال لي وقال لي هذا المدعي هو الزيف الزيف العاهر الزيف المزيف العاهر الفاجر اللي كل يوم يطلع بأكاذيب على النادي الأهلي وعلى محمود عبد المنعم جهراب قبل كده طلع كلام على كولر وأنه كولر هو اللي قاله كده نادي الأهلي ولأول مرة في تاريخه يعمل بيان لتصريحات بيكذب فيها المدير الفني هذه الأكاذيب امبارح وأول امبارح طلع قالك كهربا تخانق مع شاد حسين والأهلي غراموا 300 ألف جنيه وده سبب استبعاد كهربا من مباراة الخرطوم كهربا كتب على صفحته ونزل صورة ليه قالك من مميزات مجتمعنا أنك تسمع عن نفسك قصص أنت متعرف باش احنا عايشين في مجتمع زائف مجتمع مش هولي المجتمع ولكن بعض الإعلاميين الزائفين المزيفين للحقائق والوقائع عايز تشغل الناس عن مشاكل الزمالك انت حر لكن ما تشغلهاش بقصص وهمية تخص لعبت النادي الأحلي أي مشجع زمالكاوي تقابله يقولك يلا يخسرت في عشر مطشاط ثلاث مباريات في ثلاث قرات مختلفة أو من ثلاث فرق من ثلاث قرات مختلفة أنا عايز أقول لمشجع الزمالك اللي بيقول كده الزمالك في عشرين يوم خسر خمس مباريات في خمس محافظات وقارة لأن الزمالك كده كده ما بيطلعش كاس عالم فمش هقدر أجيب له أكتر من قارة يعني الزمالك خسر في أسواب الزمالك خسر في المحلة والله زمان يغزل المحلة الزمالك خسر من فاركو في اسكندرية وخسر قبلها من الأعلي في القاهرة الزمالك خسر من بيرامدز من بانس ويف وشباب الوزداد في الجزائر أعتقد لما تيجي تتكلم ابقى أعرف أنت بتتكلم على مين ابقى أعرف أنت بتتريع على مين عايز أقول أن الإعلامي في قناة الزمالك كريمة أبو حسين طالع بيتباهى أن الزمالك هو الفرق الوحيدة اللي شرفت مصر في دورة أبطال أفريقيا حتى الآن إزاي يا جماعة الزمالك شرف مصر في دورة أبطال أفريقيا قال لك الفرق الوحيدة اللي عندها نقطة باقي الفرق ما عندوش ولا نقطة طبعا هنا اسقاط على النادي الأهل كريمة أبو حسين فرحان وشايف ده إنجاز يصل لدرجة الإعجاز أن الزمالك اتعادل مع المريخ السوداني والله العظيم الزمالك يليق بكم وإنتوا طريقوا بنادي الزمالك أنتوا لايقين على بعض والله لايقين على بعض فولة وتأسمت مصين فولة وتأسمت مصين فالحمد لله فضل ونعمة وفخر للإنسان أنه يكون أهلاوي لأن يوم ما تطلع قناة الأهلي أو أي إعلامي أهلاوي أو مشجح حتى أهلاوي يطلع يقول إحنا الفرقة الوحيدة اللي عندها نقطة ويطلع فرحان إنه أخذ نقطة في مطش مع فرقة زي المريخ أو الهلال والله العظيم يبقى يوم من أسوأ الأيام في حياتنا إن إحنا نطلع نتباهب نقطة إحنا يا ابن يوم ما بنتباهب نتباهب ببطولة الفوز ما يسويش عندنا حاجة وكذبان بطلتين قبلها ومع هذا زعلان لكن كريمة بوحسين فرحان إن الزمالك الفريد وحيد اللي خد نقطة وخد نقطة من كم مطش؟ من مطشين من مطشين مطش على أرضك ومطش مع متزيل المجموعة لكن زي ما قلت أنتوا لايقين على بعض قوي لا صحيح مبروك عليكم كريمة بوحسين ومبروك عليكم قناة الزمالك ومبروك على الزمالك نادي الزمالك أعيد أقول أن يا جماعة أنتوا بقى مكشوكوا وشوكوا مكشوف قوي لجنة الحكام أنتوا وشوكوا بقى مكشوف يعني تلاتنبرج الرجل ده كان منع زهور مجموعة من الحكام اللي معروف انتماءهم مش عيب أن الحكام يكون أهلاوي أو زمالكاوي ما هو بشر في الأول وفي الآخر من حقه يشجع ومن حقه يحب أهلي أو زمالك لكن كل العيب أن انتماءه ده يضغى عليه في المباريات اللي بيحكمها من ضمن الحكام اللي كانت لاتنبرج قافل عليهم الحنفية وما بنشوفهمش كان محمود عشور وحسام عزب حجاج ياه ياه يا حسام يا عزب حسام عزب حجاج آه ناجل عزب حجاج مساعد لجنة الحكام السابق السنة قبل اللي فاتت اللي هي أول دور الزمالك يكسبه في آخر سنتين كان مع وجيه يا أحمد حسام عزب حجاج له أخطاء تحكمية كارثية عشان كده كلاتنبرج كان منعه لكن لما مشيك لاتنبرج وجيه محمد فاروق وتوفيق السيد الاتنين الزمالكوية رجعوا الاتنين في أول ماتش ليهم مع انبي وطلايع الجيش محمود عشور حكم ساحة وحسام عزب حجاج حكما لتقنية الفي ار خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا استمنا كل أراكم وتعليقاتكم أكيد شكرا لكم السلام عليكم